جزاك الله خير الشيخ السؤال الأخ في سويد قال أنا أدفع تقريبا 30 يورو شهريا في خدمة الإنترنت وإن تأخرت في دفع الحساب علي الرسوم فهل هذا يجوز أو هل هذا من ربا؟ وما أشك أن المال إذا جيد عليه يسبب عدم الدفن هذا من ربا أشك بذلك أنه لو قالوا إذا لم تشد بالوقت المعين فإننا سنفع نسبة عليه سيديادة المال الدين الذي علينا فعله أوليك الجائرية ولي أو عرضي لا تقول أن الجائرية عادة ربا فعليه يعني بعد الجسجاجة أو لا يتعامل هذه المعاملة وكيف يقول يعني هذا الإنترنت أصبحت من الضروريات يعني أو شيء ضروري فكيف أعطي الله جزاك الله خير الشيخ سألت المرأة جدتي مسلمة في أصلها الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى علي وصحبه والسلام أما بعد شيخ سيد was asked حفظ الله تعالى a brother from Sweden asked I pay about 30 euros a month for internet service and if I'm late with a payment there's a penalty fee is this from riba or permissible the shaykh responded by saying no doubt that if they say you do not pay your bill on time we will add a percentage to your debt then this is from the transactions of the days of ignorance therefore he should hurry to pay off his debt and not deal in those transactions then it was said the internet has become a necessity he replied if he is forced then he is not sinful but he should try to go to a company without that policy and we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil وصلا الله وسلم على نبينا محمد